تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمع المسابقة العالمية التسع والعشرين للقرآن الكريم تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وذلك بحضور ديوف مصر من المحاكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة أوضح وزير الأوقاف أن عدد المتسابقين بلغ 108 متسابق من 58 دولة يتسابقون في 8 أفرع تهتم بالشأن القرآنية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة واسعة من مختلف الدول العالم انطلقت فعليات المسابقة العالمية التسعة والعشرين للكرآن الكريم تحت اسم فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وعلى مدى خمسة أيام يتنافس المتنافسون على حفظ الكرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه ومقاصده السامية مصر تتسابق على القرآن الكريم وتتمنى غيرها أن يتقدم وأن يحوز المركز الأول ونناشد الجميع أيضا لأننا رغم أننا من حفظة كتاب الله وأن مصر رائدة في حفظ كتاب الله وصدرت كتاب الله عز وجل للعالم كله إلا أنها تفرح وتطرب بحفظة كتاب الله والذين يسبقونها في هذا الحفظ الرعاية من قبل الدولة المصرية لهذه المسابقة وهو ما يعطي انطباعا واضحا وانعكاسا طيبا على مدى حرص الدولة حكومة وقيادة على الاهتمام بالقرآن الكريم وحفظة القرآن الكريم وبإجمالي جوائز مليوني جني حددت وزارة الأوقاف ثمانية فروع للمسابقة مع استحداث فروع الأسرة القرآنية والمحفظة المثالية والحفظ بالسبع قراءات والنشاء من حفظة الجزء العام والحفظة من ذوي الهمم يصرني أن أترجها بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تفضله برعاية هذه المسابقة وتكريمه السنوي لأوائلها في احتفال الدولة المصرية بليلة القد وتوجيهه بمضاعفة جوائزها وإكرام أهل القرآن فلا يكرم أهل القرآن إلا كريم حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله عز وجل إكرام زي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافعا وإكرام زي السلطان المقصد هذه المسابقة هذا العام تتميز بكثير من المميزات الميزة الأولى أن قيمة جوائزها تضعفت عن المسابقات السابقة فجوائزها تزيد عن الاثنين مليون جنيه وأكثر إضافة إلى أن هذه المسابقة تتميز بأفرع لم تكن في المسابقات السابقة المسابقة المراضي بتحظى برعاية واهتمام كبير خاصة أن عدد المتسابقين المراضي تجاوز 100 متسابق 108 متسابق تقريبا وطبعا يزيد الاهتمام بهذه المسابقة رعاية فقامة السيدة الرئيس لهذه المسابقة واهتمامه بها وبأهل القرآن ودائما هذا ما تعودنا عليه من فقامة الرئيس المسابقة يشارك بها أكثر من 100 متسابق من 58 دولة حول العالم منها 33 إفريقية وسبعة محكمين من سبع دول للتقييم في حفظ القرآن الكريم وتجويده وفهم معانيه